بسم الله أبو الإبن والروح القدس لله الواحد أمين يوم ثلاثة البصخة كان مليء بالتعليم اللي قدمها السيد المسيح في الهيكل ولكن كان مثل العزارة الحكيمات والجاهلات كان تأكيد لمجيءه التاني لذلك احنا بنعمة ربنا عايزين نتكلم شوية عن مثل العزارة العشر عزارة الخمس حكيمات والخمس جاهلات أول ملاحظة لنا في هذا المسأل الجميل هو الانتظار ونلاحظ أن العزارة قعدوا مع بعض في انتظار طويل ووقتها ما كانش حد عارف يفرق بين الحكيمات والجاهلات كلهم يملكوا المصابيح في أيديهم وكانت المصابيح مقادة وظلت مقادة حتى منتصف الليل قبل منتصف الليل بقليل ابتدوا يتعبوا ظهرت عليهم علامات التعب وابتدوا يشعروا بأنهم مفقلين بالنوم لكن اللي حصل أن في خمسة منهم على جنب كده ابتدوا يتهمسوا مع بعض يقول ما فيش فايدة من الظهر العريس لن يحضر تعبنا وندموا بقى لو احنا تعبنا واستنينا وقعدنا مولعين المصابيح وبجهالة اتفقوا فيما بينهم أنهم يطفوا المصابيح ويناموا وناموا نوما عميقا كمان ينام نوم الموت الخمسة عزارة الآخرين بقى اتعبوا بالجسد ولكن الروح كانت نشيطة فجمعوا الزيت في أواني تكفيهم وناموا هما تعبنين ناموا لكن على جنب كده كان كل واحدة منهم مؤفرة شوية زيت زيادة في الأنية وكنا مستعبات ودي بتفكرني بالآية في النشيد أنا نائمة وقلبي ايه مستيخز في نصف الليل صار صراخ هوز العريس قد أقبل بعد الانتظار الطويل انتصف الليل وسمعوا صوت وصوت التهليل والفرح لقدوم العريس كانت الحصرة بقى للجاهلات والخي خيبوا أملهم ولكن من الناحية التانية الفرحة كانت للعزارة المستعدات وعاشوا في سعادة حاولوا العزارة الجاهلات انه هما يشعلوا المصابيح لقوا الزيت خلص أما الحاكمات خدوا من المخزنينه الزيت اللي مخزنينه وأشعلوا المصابيح وأضاءت وجوههم من الفرح لذلك نأكد ان المسيح لابد ان يأتي زي ما قتا للعزارة زي في المثل هنا لما قتا في نصف الليل للعزارة لابد ان يأتي المسيح بعد ما انتصف الليل بعد الانتظار الطويل بعد ما يعني كل عقولنا وأفهمنا وتقديراتنا تبوق بالفشل وما نعرفش نحدد معاد مجيئه وبعد ما نستسلم له بقلوبنا ونهدئ عقولنا ونشفق على أفكارنا بعد النوم الحقيقي نوم اليقظة اللي بتكون فيه الروح مشيطة وبعد ما نهمل كل أمور هذا الجسد وننتظر بالروح مجيء العريس السمائي يأتي المسيح فأول ملاحظة لنا كانت الانتظار وماذا أنتج لنا هذا الانتظار الملاحظة التانية عن المستعدون ومجد المستعدين هيبدأ لما يظهر العريس لأن وجهه هيشرق عليهم فيجعل وجوههم أيضا هي تضيئ وحيث يكون هما سيكونون هما أيضا معه لن يفرقهم عنه الزمان أو المكان فلما يظهر هيكون هما معه في الوقت ولن ينفصلوا عنه زي ما السيد المسيح نفسه طلب قال أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا ينظروا مجدي الذي أعطيتني المسيح للمجد هيكرم هؤلاء اللي اشتركوا معاه في ألامه وصبروا واحتملوا وخرجوا من الضيقة في هذا العالم منتصرين إلى سعادة أبدية زي المسيح ما اشترك معهم في ألامهم ويشتركوا معهم أيضا في مجده بعد مداء الألام وغسلوا خطاياهم في دمه واستحقوا أن يعيشوا معه إلى الأبد ومصدر سعادتهم أن هما هيشوفوا وجه المسيح في كل حين ويشتركوا معاه في وليمته الأبدية دي النقطة الثانية النقطة الثالثة عن المستعدون لما نيجي نفهم من هم المستعدون اللي هيلاقوا المسيح بالزيت ويضيقوا مصابحهم عشان يلتقوا معاه في المجد فئات مختلفة أول فئة هي فئة أبطال الإيمان اللي تعبوا وجهدوا ونجرحوا وجهدوا حتى الدم ودفوا عن الإيمان والعقيدة واعترفوا بالمسيح ولا يمكنه وبعضهم أمدم رقابه بفرح دول اللي هيستحقوا أن يدخلوا مع المسيح إلى الهرص تاني فئة فئة النساك والمتوحدون دول اللي أبغضوا أنفسهم وأصدروا بالعالم وحطوا العالم وراهم واستهانوا بالمجد شرحهم لنا معلم نبولس الرسول وقال معتازين مكروهين مزلولين تائهين في البلار والجبال والمغاير وشقوق الأرض وهم لم يكن العالم مستحقا لهم وكل ذا من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح فئة ثالثة فئة الخدام اللي تعبوا في الكنيسة وخدموها بأمانة ورعوا الرعية وسهروا عليها وما سبوش خروف واحد تخطف الزئاب بل كانوا مستعدون أن يفدوا كل واحد بأنفسهم وكانوا مثال الرعي الصالح يخدموا المسكين ويتعموه ويسندوا الضعيف ويدافعوا عن الأرملة واليتيم ويجبعوا الخراف من التنعليم الحية وكانوا قدوة في حياتهم في وسط الرعية في العفة في الطهارة في القناعة في إنكار الزيت دول اللي يدعوهم المسيح ويعطوهم الأجرى إلى أن يدخلوا معه إلى العرص الفئة الرابعة هي فئة المجاهدين اللي جاهدوا ضد الخطية ولم يكن في أفواههم غش وحفظوا أجسادهم وعاشوا في طهارة واستحقوا أنهم يدخلوا معاه للراحة الأبدية الفئة اللي بعد كده هي فئة التائبين اللي زلوا وسقطوا في جاهله ضعف ولكن بشجاعة قاموا وتابوا وغسلوا زوتهم بدموعهم ضيادوا سيابهم في دم المسيح وولدتهم التوبة أولادة جديدة وزي ما خربوا من بيوت أمهاتهم وصاروا أهلاً أن يدخلوا معه إلى العرص قال عليهم السفر الرؤية اكتب توبة للمدعوين العشاء عرص الخروف نعم طوبة لمكان نصيبه مع هؤلاء لأنه سيكون مع المسيح إلى الأبد نقطة الأخيرة هنا في المسألة بتاع الحزارة لما أغلق الباب وذي عبارة صعبة جداً قاسية جداً اللي هم مالهمش نصيب مع المسيح ويحرموا منه للأبد ولكنها عبارة جميلة للمدعوين لأنها تفيد أنهم مش هيحرموا من المسيح إلى الأبد لأن الباب أغلق في وجه المطرودين وأيضاً أغلق عشان المدعوين ما يخرجوش منه مرة تانية ويغيبوا عن حضرة العريز واللي أغلق في أفاجهم الباب يخرجوا إلى ظلمة خارجية يعيشوا في الندم والحزن والكئابة وصريل الأسنان والتانيين يدخلوا إلى سعادة أبدية ويعيدوا إلى الأبد من هما بقى المطرودين دول اللي هما لم يجدوا زيتاً في المصابيح لما جاء العريز راحوا يدوروا على زيت ولكن الوقت كان راح فلم يجدوا زيت ولم يجدوا وقتاً لشراء الزيت ولما رجعوا لقوا الباب مغلق فكل واحد مننا لما يسمع هذا المثل يفكر يقول يا رب هل أنا من أي مجموعة هل أنا من المستعدين ولا أنا من المطرودين وبصلي من أجلنا كلنا من أجل نفسي أولاً ومن أجل الناس كلها وأطلب إن إحنا يكون لنا نصيب صالح مع المسيح ليس لنا نصيب في الظلمة الخارجية من المحرومين من نعمة الوجود معها لكن ربنا قادر إنه يغير أرواحنا يغير حياتنا يغير تفكرنا ويجعل لنا نصيب أيضاً في هذا اليوم مع الناس مع اللي قاعدين في حضرته للأبد ما كنتش تقدر تفرق بين العزارة وقت ما كانوا كلهم موجودين مع بعض في انتظار العريس كلهم مع عزارة وكلهم معهم مصابيح وكلهم مقادة وكلهم مشين في نفس الطريق وصهرانين مع بعض لكن جئ في وقت من الأوقات ناموا واستيقظوا على صوت العريس ودول قاموا يعدوا مصابيحهم لكن يالي الحصرة ما كادش جاهزة إنها تنور تاني وهنا ابتدى يتقرر المصير فالنعمة بتعمل في قلوبنا تؤهلنا للقاء العريس وتعدنا لهذا اليوم هنا الزيد بقى يشير للأعمال الصالحة وأعمال التقوى كلما الإنسان يعمل الأعمال الصالحة كلما الزيد اللي بيعبيه يزيد في الأنية بتاعته وده الحاجة اللي افتقدتها العزارة الجاهلات الله يعطينا أن احنا نجمع لأنفسنا زيت قبل ما انتصف الليل ولا نستطيع أن نجمع زيت يتبارك الله في الكنيسة لإلهنا المجد والكرامة إلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر